أهلي أعدت كم سنة؟ خمس سنين خمس سنين إمتى حسيت أن أنت أساسي رغم أنتك بتقول الوقت في خمسة في المكان بتاعك إمتى حسيت أنك أساسي بعد كم سنة؟ لا بعد كم سنة بعد أول ما تشودي بعد أول ما تشودي آه يعني أنا حسيت أن الراجل خلاص يعني أنا جاي عشان أبقى متاجد في المكان ده ليه أتحسها إزاي؟ إن كل الناس اللي حواليك بيتغيروا عليك أو بيتبدلوا بيتبدلوا معاك دي مغلتكش عندك سيخة زادة عن اللازم إن بتحصل ملعبة كتير لا بالعجس يا كابتن هو أنا دكتور في حياة في الكورة أو برضو في الشخصية هي برضو مكتسبة من خلال الحياة ومن خلال التجارب ومن خلال كذا إن كل ما أنت فيه تواضع كل ما ربنا بيكرمك أكثر يزيدك أولا أنا كنت لسه ما عملتش أي شيء غير إن أنت جيت النادي الأهلي الهجوم كان علينا شديد جدا لكن أنت كان عندك من الخبرات مش هتقول إن أنا عايز أثبت وجودي وإن أنا مضغوط لا كان عندك هدوء وعندك خبرات في المواقف اللي أنت تحطيت فيها قبل كده دخلتك جوى الأجواء هنا مع النادي الأهلي بسرعة واه وأول موسم كمان إحنا كلنا كنا أصحاب حظ كويس إن البداية كانت قوية جدا إحنا كسبنا كابتن أول سنة 17 مباراة متواصلة مفاكش فده ديتنا دفعة مش طبعية كان كل الكلام اللي تقال علينا في فترة الإعداد وساعة التعاقد كل ده تنسب هل لما دخلت النادي الأهلي كان فيه بعض العاوز أقول إيه بعض الحاجات اللي أنت ما عسفكش الوقت فيها تحققها مع الأندية التانية كنت عاوزت حققها في النادي الأهلي وحققتها بالفعل ولا حققت جزء منها لا الحمد لله مع النادي الأهلي عملت كل شيء كل حاجة كل حاجة عادت في النادي الأهلي كم سنة الخمس سنين الخمس سنين الخمس دوري اتنين كاس مصر تلاتة أفريقيا اتنين أو تلاتة سوبر على حسب يا بتتحسب بتأييدك في القايمة أو لعب أصعب بطولها في الدوري كانت إيه بطول الدوري آه مع جزيه المباراة الفاصلة مع النادي الإسماعيل 2008-2009 دي كانت بتلعب في المباراة فاصلة عملت في ستاد الماكس ستاد حرس الحدود في اسفنغرية واحد صفر في لابيو في لابيو وبالنسبة للكاس الكاس 2006-2007 السنتين دول اللي احنا كنا مركزين احنا ناخد الحمد لله فضل ربنا كل البطولات وكنا كلنا موجودين مفيش حد بياخد فترة راحة مفيش جدول منتظم احنا كنا كلنا موجودين مفيش فترة فيها منتخبات ستة وسبعة موسم 2006-2007 والبطولة هنا بطولتين ضد نادي الزمالك وبتاخد كاس بصر 2006-2007 أصعب بطولة إفريقية أصعب الصفاقص طبعا 2006-2007 جون تريكا رغم من أنا مكنش موجود في المباراة النهائية لكن كنت موجود في الأدوار الأولى وهنا كان في الوقت ده كان بداية أول إصابة بالنسبة لي كانت كبيرة في النادي الأهلي طيب وإنت بتلعب قدام زمالك في مبارياته كان إحساسك إيه؟ كان هل إحساسك نفس اللي كان في النادي الإسماعيلي أم لا مختلف؟ مختلف ورايبين الاثنين من بعض في شخصية أنا ورايبين الاثنين من بعض في تعامل كعماد مع المطشاط مع المطشاط مختلف لأن هنا بالمكسب والخسارة بيفرم معك كتير النتيجة هتفرم معك كتير فيمكن الحمد لله بدايتنا في أول مباراة أهلي وزمالك كانت أربعة اتنين موسم 2004-2005 اكسبنا أربعة اتنين اديتنا برضو دفعة قوي جدا وخليتنا في كل مطشاط أهلي وزمالك بعد كده برضو الإحساس يا كابتن بيتاخد من المدير الفني أكيد والجمهور فمستر مانويل الجمهور طبعا ده 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 في حتة تاني خالص مش عاوزة كلام استعدادنا للمباراة التجهيز للمباراة أهمية المباراة يعني كان برضو مستعماله يعني إمتى يحط عليك ضغط إعداد النفس والبدل وكل حال إمتى يحط عليك ضغط وإمتى يرفع من عليك الضغط شوية وإزاي يديك ثقة إن المباراة دي أنتوا بتحطوا لها حمل وضغط عليك كبير وإنما بتبقى سهل وهي لما بتلعب أنت بتشوفها سهلة مش عاوزة كلام ماتشة 4-2 كان هو أول ماتش بالنسبة لنا مكسب وكان مكسب مريح الدك دفع بعد كده ماتش الدول الثاني 3-0 بعد كده الحمد لله بقى 2-1-2-0-1-0 دي بدأنا الحمد لله في الخمس سنين حتى المباراة اللي اخسرنا فيها من النتزة مالك 2-0 المجموعة القوام الأساسية ما كانش موجود ده فترة الراحة اللي خدناها استعداداً لموسم صعب موسم 2007-2008 طيب أنت وانت بتلعب مع مع النجوم الخمسة اللي موجودين معاك شهادي محمد السيد وقل جمعة وانت وباقية النجوم أنت حسيت أكتر روح بتنساجن معمين أنا بالنسبة لي كلهم لكن كل واحد باخد منه اللي أنا عايش اللي انت عايزه في الملعب أكتر واحد استفدت منه في الملعب لا أنا استفدت استفادة ليك عمد من كله مين هي تكو تبقى ريبك تبتح له نفسياً أنه هو دي يبقى موجود لو مش موجود بصراحة مع كل المطشاط دي لكن وقل لي 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 حاجة تانية لي حاجة مختلفة لكن كل واحد حكبت أنه أنا بحب لا أكيد طبعاً الميزة اللي عنده وإيه لو ما كنش لعب في النادي الأهلي يعني أحمد أحمد السيد كانت الناس بتشوفه برا ويتكلم عليه كتير وإن الرأي لما بقوله يا ميسي أن انت كده يعني كأنها تريال أحمد من أخلص الناس يعني تاخد منه حتة الإخلاص دي أنه أنا إمكانياتي قد كده أنا حاطت نفسي في الآلب ده والراجل كان بيستفد منه في حتة ما بطلعش برا لالب اللي أنا عامله ده أنا عندي رأس حربة أنا عندي شغل وظيفة أنا بعملها مليون المية نفس الكلام لشادي نفس الكلام لوائل يمكن وائل هو عشان ليه منتخب أكثر ودي اللي فديته طيب إحنا معانا يا سيدي أنا معانا معايا أسئلة كتير أول وقت بدأ يداهمنا بس أنا عايز أعاول زيان طيب أنا معايا حديث لوائل جمعة وائل جمعة بعيد تكريس